دلالات الموقف الإسباني بشأن إنشادة بمبادرة الحكم الداتي في الصحراء المغربية أظن أن هذه استجابة لمكان المغرب قد وضعه كشرط لاستئناف العلاقات بين البلدين خاصة وأن المغرب هو عقدين وهو يطالب الإسبانيا كما كان يطالب الالتحاد الأوروبي بأن علاقاتهما يجب أن تكون بدات بعد شمولي وليس خاصة فقط بالمصالح الاقتصادية والمبادرة التجارية التي تجمع البلدين لهذا فأظن أن دلالة هذا الموقف هو تعبير عن حسنية من طرف إسبانيا رغبة في استئناف العلاقات مع المغرب سر هذا التحول وأن إسبانيا أظن أنها فهمت الرسالة التي وجهها المغرب للمملكة الإسبانية وللحكم الإسبانية على الخصوص والتي تتعلق بأن المغرب لا يمكن أن يتفاوض بشأن وحدته الترابية أو يقدم تنازلات حينما تمس وحدته الترابية وسيادته على الصحراء المغربية وبالتالي أظن أن إسبانيا قد فهمت الرسالة والقول بواقعيات ومصداقية المخترح لحكم الذاتي المغربي أظن أنه في نظريك جاء متأخرا وكان من ممكن أن يحل الأزمة منذ زمن انعكاسات الموقف الإسباني على المستوى الإقليمي من حيث الوحدة الترابية للمغرب أظن أن هذه بداية بالنسبة لي أظن أن الاعتراف بمصداقية وواقعية المخترح المغربي هو اعتراف بشكل أو بآخر وتأكيد لقرار مجلس الأمن الأخير وبالتالي فأظن أن إسبانيا تسير وفق منهج دائم هو موقف في الحقيقة جديد من حيث التأكيد على مصداقية وواقعية مخترح الحكم الذاتي رغم أنها دائما تضع النزاع في سياقه الأممي أي أن يكون الحل في سياق الأمم المتحدة ولكن على الأقل هذه بداية وتعبير على حسنية لبداية كما عبر عن ذلك وزير خارجية إسبانيا اليوم أنه سيتم طي صفحة الأزمة ووضع خارطة طريق للعلاقات المغربية الإسبانية تكون على أساس كما عبر عن ذلك رئيس الحكومة الإسباني في رسالته على أساس شفافية والتواصل المستمر وكذا عدم اتخاذ القرارات بشكل أحادي في كل ما يتعلق بالعلاقات التنائية بين البلدين بالنسبة لإسبانيا هي ليس من السهل التعبير صراحة عن مغربية الصحراء لكن أظن أن هذه بداية لأن إسبانيا دائما كانت تلعب على الحبلين وهذا هو المشكل الأساسي في العلاقة مع إسبانيا في علاقة المغرب مع إسبانيا نظرا لكون الإسبان دائما يلعبون دورا ثنائيا ومزدوجا سواء في علاقاتهم علاقة إسبانيا مع الجزائر أو مع المغرب ولا تريد أن تخسر أي من الطرفين وبالتالي تكون مواقفها مزدوجة أحيانا ومتناقضة أحيانا أخرى وكذلك أنها دائما كانت تتهرب لتعبر عن أن موقفها أحيانا تقول بموقف بتشبتها بتنظيم الاستفتاء وأحيانا أخرى تقول بأن الحل يجب أن يكون في إطار الأمم المتحدة الآن إسبانيا تقول بأن المقترح المغربي هو مقترح دام صداقية وواقعي إلى غير ذلك وبالتالي هذه نقطة انطلاق وتعبير ضمني على أن المغرب جاد في رغبته في حل هذا النزاع الإقليمي المفتعل ففرنسا سبقت إسبانيا في الإشادة بمقترح الحكم الداتي في الصحراء المغربية غير أنها بطبيعة الحال فعلا بأتبارها عضو في مجلس الأمن وكذلك عضو فعال داخل الاتحاد الأوروبي لها وزنها وبالتالي أظن أن كذلك العلاقات الفرنسية الجزائرية والفرنسية المغربية هي متينة ولهذا ففرنسا لن تريد أن تضحي بأي من الطرفين ولرغم أن مواقفها في قضية الصحراء ستتبدأ من حزب حاكم إلى حزب آخر ومن فطراء إلى فطراء في ظروف معينة لكن كما نقول دائما هو المغرب هو في صحرائه كما قال جلالة المالك والصحراء في مغربها وبالتالي فالذي سيتغير هو مواقف الدول التي ستتبدأ بين الإشادة بالحكم الداتي وأحيانا بالاعتراف الصريح بالصحر بمغربية الصحراء وقد تتغير هذه المواقف كما قلت من مواقف سلبية إلى إيجابية لكن المغرب مادم متشبتا بصحرائه فهو الأمر كذلك ومغربية الصحراء هي مسألة تابتة ترجمة نانسي قنقر